السلام عليكم اليوم ان شاء الله عندنا حلقة مؤلمة جدا من برنامج عشت وشفت عشت وعشرين معنونة مبدئيا بجرائم شيطانية طفلها هذه اللي كنت شوفوا تصويرتها واسمها ميعاد ولا كانوا اسمها ميعاد الله يرحمها عندها بابها شافها تلت مرات في حياته يعني كل المعلومات اللي يقول لكم واللي هتسموا على عشية مؤكدة شافها تلت مرات في حياته اخر مرة شافها وش يقول لها قال لها بنت روح نشيل لك ايفون هي مسكينة راحت وش يرسيد يديها المنزل العائلي التحهم يعني يضر يمه واخته وخوته يزيد لها ميزيك افون يدخلها الشامبرا يزيد لها ميزيك افون معبنى شوش صرا بعد يخنقها يخنق 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 وهي مسكينة تضربت معها تضربت معها خبشاته هنايا خبشت الوجهه وكل شي خنقها حتى ترتقلها رقبتها وبعد يؤكد باليراهيميته وش يدير يخنقها بالفيزو تعال بنات خنقها انا راني تقريبا تقريبا اني اعطيت لكم تقريبا طريقة الوفاة بصح مش كما رح تحكيها يما هالعشية بالصح ورح تسمعوا العشية تسمعوا كي سقساوا في المحكمة قالوا له هدي بنتك كاين ابي يقتل بنته انا بينسل على بالبلي كاين ابي ابي يقتل وليده ام تقتل وليدها جوفوها دلعفايس بسح كي قاتل قلوله في المحكمة لماذا قتلتها مد لهم واحد السبب يقول لك اذا عرف السبب بطل العجب بسح هو مد واحد السبب على جل هذك السبب يعني وعلى جل الجري مره وراء روح ام حاكمين عليه بالاعدام وبالمؤبد وراء رايح يرشى في الحبس عشية ان شاء الله تشوفوا القضية تانية اللي احنا هضروا عليها اليوم هي تاع واحد السيد كيف كيف يعني هو متخلف ذهنيا انسان معاق متخلف ذهنيا جايها الجنرال مو هذك الجر اللي نلقوهم في الحومات في كل حومة عندنا الجنرال مو واحد يكون مريض نكونوا قاعد نحبوه يحضر في قاعد العراسي يتخل قاعد الديار ما يخرجش من الجامع الناس قاعد يحبوه الناس قاعد يحبوه بس كون مريض مرفوع عليه القلم هذا السيد وش يدير قيدوه اللي تحومته قيدوه كيما نقوله للخرش وش يدير له شغول كان قاعد فارغ شغول قال انا اليوم ما نقتل واحد حكم هذا المسكين للمريض قتلو خنقو وبعجو ومبعد بش يمسكين لوتشو رفد بلوكا بلوكا ضربو بيها للرأس ديفورمالو لابونت عوجهو زاد رفد بلوكا ديفورمالو بيها لاريارت عراسو ومبعك زاد شوهلو كرشو كيف كيف يعني شغول القتل مجاني رح تخضر عليه أخته أخته تخضر خير كيف كيف هذا السيد مسكين تانيت ليلة عراسو سيد هذا كان حياته قعه هو يهضر حبي يتزوج يأسس عائلة لأنه محروم من الأبوين ما عندوش يعني هما أيتام في ليلة عراسو هما دارهم ما أقولكمش كلش بس كيف أخته العشية تحكي كلش دايرين البوست ويشطحوا ويغنوا ويفرحوا فرحانين عندو بخوهم واحد يصوني التليفون على خمسة عصباح وراكوا ماجاش 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 على خمسة عصباح يصوني التليفون يلقوا خوهم في لطورود مكتول السنان ورايبين ضرابة علموس وكل شي كل شي كان تفاصيل تحت السماوات كان تفاصيل أنا ما قلتهم شو الحصة بصح الشغل رماركي وكان نحن العفسة حضرت في هذه الجماعة حضرت هذه العفسة أنا جو بانستقديري حضرت هذه العفسة القعدة ولت حاجة أخرى بالعشرين إن شاء الله وفي الأخير أنا نفهم مرات أنه الناس محبوش محادوش يحبو يسمعوا هدلعفايس ولا محبوش يسمعوا هدلعفايس يقولك اختراسي من حبش مرى ليحبط أنا 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 لا أعني معني بالقضايا بصفة شخصية يعني بصح يغيدوني هدلنا اللي يتقتلون اللي يموتوا هكاك يعني واحد ما يجيب خبرهم واحد حكاياتهم واحد ما يجيب لهم حقهم واحد ماش جني أمورمال وقاع هدلناس يحتسمعهم العشية ما كانوش عارفين بلي حي يلحقوا لهدلعفاي كانو ديني في بالهم بلي رام بعاد بلي هدلش ما يقصهمش بلي ما تصران لهمش تصران للناس واحد اخرين احنا ما تصران ناش مي صرات لازمنا عارفوش وورو المشكل علش حياة المواطن رخيصة رخيصة جدا القتل ولا حاجة سهلة شغل ما عندي مندير نقتل لأدفع الأسباب